بكوب واحد فقط من الطحين اللي هو الدقيقة هنعمل احلى فطيرة شرقية في طيرة الخمس دقيقة بكل سهولة نبدأ على بركة الله الفيديو محتاجين اول حاجة بولة او طبق غويت ومحتاجين حاجة عشان ننخل الطحين بتاعنا الطحين اللي هو الدقيقة فيديو سهل وبسيط جدا والنتيجة زي ما حضراتكم شفته عظمة جدا 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 وفي حاجة اللي محبين القناة بتاعتنا عاملين عرض مهم جدا لو حابين تشوفوه هتلاقوه في اخر الفيديو اتمنى تشوفو الاخر عشان تعرفو عرض النهاردة جميل ما يتفوتش لو حابين تعرفو التفاصيل شوفو الفيديو للاخر نوع الطحين اللي انا بستخدمه هالي كوباية من الطحين هننخلها وهنحط عليها ربع كوباية من المياه الدفع او الفترة فيديو بسيط مفقوش اي تعقيدات ولا حاجة وهنضيف بعد كده رشة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر اسهل واسرع في طيرة والز في طيرة في العالم وهنضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت اي نوع زيت عندنا هنضيف للمكونات بتاعتنا وبعد كده هنبدأ بقى نعجن او نضيف المكونات دي في العجان ويبقى يبدأ نعجن زي ما حضراتكم هتشوفو ممكن تحتاجوا مية وممكن تحتاجوا دقيق انا بصراحة محتاجتش حاجة ربع كوب من الماء كان كافي جدا طبعا احنا المفروض هنعجن بادينا او في العجان لغاية ما يكون كتلة واحدة بس يعني انا هعمل كده في العجان لغاية ما الكتلة تبقى متعلقة في العجان زي ما حضراتكم هتشوفو دلوقتي طبعا كده العجينة كلها زي ما حضراتكم شايفين بقت كتلة واحدة لو شايفين ان هي سايبة زودوا القليل من الطحين او الدقيق ولو شايفين ان هي متماسكة زي كده مفيش مشكلة وطبعا العجينة لذيذة كده وخفيفة وحاجة بسيطة جدا هنجيب بقى البولة بتاعتنا يا جماعة ونحط نقطة صغيرة من الزيت ندهنها ونضيف العجينة بتاعتنا لا هنصبها تخمر بقى يا جماعة ولا خميرة ولا اي حاجة ونركينها على جنب زي ما حضراتكم شايفين هنجهز الحشو بقى بتاع الفطيرة اي نوع حضراتكم عندكم عندكم لانشون مفيش مشكلة عندكم هوددوك سوسيس سجوء لحمة مفرومة اي نوع فراخ بني كرنشي اي نوع عندكم انا عندي مثلا سوسيس او هوددوك هبدأ ان انا كده اجيب معلقتين من الزيت وبعد كده اضيفه الهوددوك والسوسيس واضيف معلقة من الملحة صغيرة او رشة من الملح ورشة من البابركة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت واول ما يقرب يستوي هنضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم من هاينز ونقلب كويس جدا وبعد كده نقفل النار ونركن الحشو على جنب طبعا هنضيف كده رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الزعتر طبعا الزعتر بيدي ريحة حلوة جدا وطعم تحفى بعد كده بقى نبدأ نيجيب الصينية بتاعتنا اي صنية بيزة اصغر صينية عندنا بعد كده هنضيف شوية من الزيت وبعد كده شوية من الطحين الدقيق ونجيب العجينة بتاعتنا هنقسمها تلين شايفينه يا جماعة فيديو سهل جدا وبسيط وتقدروا تعملوا الاولادكم هيفرحوا بيه جدا ولكن ارجوكم تهتموا بالتفاصيل والمقادير ولو احتاجتوا اي حاجة في اي وقت اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين احنا كده فردنا الطبع الاولى من الفتيرة بتاعتنا وبعد كده هنبدأ ننزل بالحشو اي انك احنا عندنا بقى يا جماعة عندنا زاتون عندنا جبن عندنا لانشون اي حاجة عندلكوا عايزين تدفوها في الحشو مفيش مشكلة وبعد كده طبعا نبدأ بنجيب الجزء اللي فوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت والموضوع سهل وبسيط جدا واتمنى من حضراتكم تصلوا على النبي عشان انتو تاخدوا حسنات واحنا كنا مننا ياخد حسنات الجبنة المتزرلة هي جبنة الحمد والاطيب والطيب النوع ده انا بستخدمه وبعد كده هنبدأ بقى نرش كده الجبنة المتزرلة او جبنة الشيدر او اي نوع جبنة عندنا طبعا عشان يدي طعم حلو جدا للفطير وزي ما حضراتكم شايفين ده كده الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له دلوقتي هنسخن الفرن على درجة حرارة 250 وهتدخل الصينية ودرجة الفرن سخنة وهنسيبه لمدة 10 دقايق لغاية ما الاطراف تبدأ تستوي واول ما الاطراف تبدأ تستوي هنبدأ ان احنا نشغل الشواية او الجزء اللي فوق لمدة 3 دقايق لو حابين اللي الفطيرة تكون طرية لو حابين انها تبقى مقرمشة شوية كده زي العيش الشمسي ممكن تسيبوها 10 دقايق وبعد كده اول ما تطلع هنجيب فوطة مبلولة واحنا هنكون عصرنا وهنحطها على الفطيرة على طول وزي ما حضراتكم شايفين 10 دقايق بالزبط الفطيرة بقى الطرية بعد كده عندنا اي حاجة مثلا كاتشاب مصطردة ميونيز اي حاجة طبعا الفطيرة شرقية اكيد بتحتاج الحاجات الجميلة دي بتدي طعم لذيذ جدا جدا وتقدروا بقى تشكلوا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه شايفين يا جماعة من قريب طبعا الشكل سهل جدا والشكل جميل جدا والطريقة سهلة جدا جدا وبعد كده هنبدأ نضيف شوية صغيرين من الزعتر حسب الرغبة وده كده هنبدأ بقى قطعة زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا ولذيذة جدا طيب ايه بقى الحاجة اللي انا كنت حابي بقولها الاصدقائي واحبابي اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو وتصالوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل العرض 4 كيس كل كيس 400 جرام ميكس شادر و موزاريلا و ميكس جبن و رومي مبشور كل ده ب100 جنيه ما تنسوش اللايك ولو حابين تعرفوا حاجة اكتبولي في التعليقات باي باي شيء شيء شكرا